السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله سوف نتطرق إن شاء الله إلى تريق قبيلة شمر العربية عبر العصور ابتداء من أول ذكر لها في الجاهلية وحتى آخر الأحداث على مدى أكثر من 1500 سنة معتمدين على الله سبحانه وتعالى وعلى المصادر التاريخية التي تجاوزت تقريبا أكثر من 600 مصدر تاريخي ما بين كتابة وثيقة ومخطوط ورواية فاعتمادنا على الله ثم على 95% من المصادر التاريخية و5% فقط على الرواية الشفوية في ظل انعدام المصدر للوصول إلى المعلومة الصحيحة أو للتقريب حسب المستطاع طبعا يصعب على المؤرخين جمع تاريخ قبيلة شمر ولا يستحيل ذلك لكنه يحتاج إلى مجلدات كثيرة ومساعات كبيرة لكي يدونون تاريخ قبيلة شمر الحقيقي ويوجد ولله الحمد أكثر من ألف كتاب ومصدر ذكر قبيلة شمر وأحداثها في المكتبات العربية والغير العربية ويوجد أيضا كتب ووثائق حتى الآن لم تترجم في انتظار المؤرخين لكي يستخلصوا ما فيها من توريخ وأحداث القبيلة شمر والحقيقة أن تاريخ شمر حتى الآن لم يكتب منه إلا الثلث والسبعين بالمئة تقريبا لم يكتب في حقيقته وإنما إشارات وهنا إن شاء الله سوف نوضح بعض رؤوس الأقلام وليس الكل من تاريخ قبيلة شمر العريق مثل النسب وخلافات النسب في تاريخ شمر وذكر بعض الحوادثة الهامة والوفيات وبناء المدن وذكر العلماء والمشايخ والمدارس الأدبية لهذه القبيلة عبر العصور من العصر الجاهلي وبرورا بالإسلام وحتى وقتنا هذا وسوف نذكر الدول المتتابعة التي مرت على قبيلة شمر وعلاقاتها وأحداث القبيلة وعلاقات القبيلة بهذه الأمارات والدول فيما يقرب قد أحصيت فيما يقرب حوالي 35 دولة وإمارة وكذلك أكثر من 73 قبيلة عربية وغير عربية متفرقة في أنحاء الدول الإسلامية والغير الإسلامية وعلى مدى 15 قرن طبعا قبيلة شمر العربية هي قبيلة عريقة وعظيمة ضاربة في جذور التاريخ وفي عمق التاريخ ولها أدوار منذ تبلورها في الجانب السياسي والعسكري والأدبي والاجتماعي فقبيلة شمر وأسلافهم يعتبرون من ملوك العرب سواء في الجاهلية أو بالإسلام فهذه القبيلة ورثت المجد والعز والسلطان والجاه فطيء أحدى جماجم العرب المعروفة ومذحج هامة العرب لذلك نرى بعض الألقاب الأمراء وشيوخ من قبيلة شمر في العصور المتأخرة مثل ناصر بن قشعم وابن قشعم اللي من ألقابه ملك العرب وشيخ الشيوخ وشيخ العراقيين أيضا آل علي حكام منطقة حائل كذلك الشيخ صفوق الجربة سلطان البر وهذا اللقب أطلق عليها العثمانيين حيث أنه ملك منطقة واسعة في العراق فاسموه سلطان البر لأنه مسيطر على المناطق هذه ولوحدات كثيرة كذلك الأمير محمد بن رشيد من ألقاب السلطان العرب وحاكم نجد وأمير نجد وأيضا الأمير عبد العزيز بن رشيد حاكم نجد وأمير نجد وتوابعها أيضا الشيخ مشعل عفوا الشيخ غازي بن مشعل اليور الجربة وهو آخرهم رئيس الجمهورية العراقية بعد صدام حسين وقبيلة شمر مليئة وداسمة بمكارم الأخلاق فهي مضرب مضرب المثل بالشجاعة والمروءة والكرم وحفظ الجار وأدخال الدخيل والصدق والأمانة وغيرها من مكارم الأخلاق التي أثبتها الإسلام وهي متوارثة من العصر الجاهلي في هذه القبيلة سوف نذكر إن شاء الله أسف قبيلة شمر ونتعمر ونغوص في ذلك ونبين خلافات النسابة والمؤرخين والتي يتحاشاها بعض المؤرخين لكثرة الخلافات فيه ولأن بحر النساب بحر هايج متلاطم الأمواج يضيع ويغرق فيه بعض الباحثين ويحاول البعض أنه يبتعد عن الخلاف في ذكر تاريخ شمر أو انسابهم لكن إن شاء الله سوف أبين ووضح جميع الخلافات على مدى التاريخ في هذه القبيلة وسنبين إن شاء الله أغلب الأقوال بالتفصيل من المصادر وبعد ذلك سنبدأ إن شاء الله في ذكر أحداث قبيلة شمر متسلسلة على السنوات من أول ذكر لهم بالجاهلية وحتى آخر حده أنا قسمت هذه التواريخ إلى خمسة أقسام أو خمسة حقب الحقبة الأولى من العصر الجاهلي أول ذكر قبيلة شمر للمصادر التاريخية من العصر الجاهلي وحتى العام تسعمية وخمسة هجري والحقبة الثانية من عام تسعمية وخمسة هجري وحتى العام ألف ومئتين وخمسين هجري والحقبة الثالثة من عام ألف ومئتين وخمسين هجري حتى على العام ألف وثلاثمية وخمسطعش هجري الحقبة الرابعة من عام ألف وثلاثمية وخمسطعش هجري إلى عام ألف وثلاثمية واربعين هجري أما الحقبة الأخيرة والسادسة هي من 1340 هجري وحتى هذا اليوم 8441 للهجرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والآن سوف نذكر أبرز خلافات النسابة في تاريخ قبيلة شمر أما التاريخ القبيلة وأحداثها سوف نذكره بالحلقة القادمة بإذن الله وتستمر الحلقات حتى انتهاء تاريخ القبيلة أنا بحثت في السنوات الماضية عن تاريخ قبيلة شمر في المصادر التاريخية وجمعت أبرز المؤرخين والكتب التي ذكرت تاريخ قبيلة شمر حتى القرن العاشر الهجري وبعد العاشر اتضحت الرؤية واتضحت تاريخ والإنسان أول ذكر التاريخ قبيلة شمر في الجاهلية قبل الإسلام حيث ذكره ممر القيس المتوفي عام 544 ميلادي والثاني ابن الكلبي هشام ابن الكلبي في عام المتوفي عام 204 هجري رقم ثلاثة ابو عبيد القاسم بن سلام المتوفي عام 224 هجري الرابع ابن قتيبة المتوفي عام 276 هجري الخامس بن دريد الأزدي أو الأزدي عام 300 متوفي عام 321 هجري السادس الهمداني المتوفي عام 336 هجري السابع حمزة الأصفهاني والمتوفي عام 360 هجري الثامن ابو عبد الله البكري عام 487 هجري التاسع عبد الكريم السمعاني المتوفي عام 562 هجري العاشر ابن قدام المقدسي المتوفي عام 620 هجري الحادي عشر ياقوت الحموي المتوفي عام 626 هجري الثاني عشر ابن الأثير الجزري المتوفي عام 630 هجري الثالث عشر ابن المبارك المتوفي عام 658 هجري الرابع عشر يوسف الحمداني المتوفي عام 670 هجري الخامس عشر عمر ابن رسول ملك اليمن المتوفي عام 696 هجري السادس عشر بدر الدين الهمداني المتوفي عام 702 هجري السابع عشر تاج الدين عبد الباق اليماني المتوفي عام 743 هجري الثامن عشر ابن فضل العمري المتوفي عام 749 هجري التاسع عشر الحافظ ابن علاء الدين مغلطاي المتوفي عام 762 هجري العشرون علي بن حسن الخزرجي المتوفي عام 812 هجري الواحد وعشرون ابو فراس بن دعثم المتوفي عام 815 هجري القلقشندي الاثنين وعشرين القلقشندي المتوفي عام 821 هجري ثلاثة وعشرين تقي الدين المقريزي المتوفي عام 845 هجري المصدر الاربع عشرين العسقلاني المتوفي عام 852 هجري المصدر الخامس والعشرون قطب الدين الخيضري المتوفي عام 894 هجري المصدر الستة وعشرين بهيج بن ذبيان في قصيدته عام 905 هجري المصدر السابع والعشرون وقبل الأخير الصيوطي عام 911 هجري المصدر الأخير ابن إياس عام 925 هجري هذا هذه 28 مصدر كلهم ذكروا قبيلة شمر بالتسلسل من العصر الجاهدي وحتى عام 925 هجري القرن العاشر وراح إن شاء الله نبين الخلاف بالأنساب قبل التحدث في أنساب قبيلة شمر يجب أن نعرف أربعة أمور مهمة أولا الخلاف بالأنساب موجود في جميع القبائل بالاستثناء لأن كل قبيلة لها أقوال في الأنساب وخلافات النسابة ولا هو أسباب ثانيا سبب الخلاف بالأنساب قديم وبسبب عدم تدوين الأنساب بوقت مبكر فوقع الإشكال لأن أول ما كتب بالأنساب الكلبي المتوفع عن 240 وقيل فيه مؤلف قبله لكن متأخر ابن الكلبي كتب الأنساب ومتوفي عام 204 هجري أما الأنساب المعروفة في الجاهلية بينها وبين كتب ابن الكلبي حوالي أربعمائة سنة تقريبا فضاع أو اختلف البعض في الأنساب بعضهم ينسب للجد وبعضهم فصار الخلاف لذلك وقع الإشكال السبب الرابع والأمر الرابع الاختلاف بالفروع لا يستلزم الخلاف بالأصول الأمر الرابع أن النساب وسيلة وليست غاية البعض يضعها غاية وهي وسيلة طبعا أقوال وخلافات النسابة والمؤرخين في قبيلة شمر جمعتها وفصلتها على النحو التالي أولا الخلاف بالأصول والخلاف بالفروع الخلاف بالأصول يتضمن الخلاف في طي هذا الأول الخلاف الأول من الخلافات بالأصول الخلاف في طي وجاء على ثلاث أوجه هل طي من أحفاد مذحج أو طي هو أخه مذحج أو طي هو نفسه مذحج هذا الرأي الأول في الخلاف بالأصول الرأي الثاني أو البند الثاني قبيلة شمر هل كلها من صلب رجل واحد أم لقب أم حلف الثالث هل قبيلة شمر حلف طائي صافي من فروع طي الأمر الرابع هل قبيلة شمر حلف أددي كهلاني يعني يجمع مذحج وطي وإن شاء الله سنبين جميع الأقوار هذا الخلاف بالأصول انتهينا من الخلاف بالأصول البنود الأساسية الخلاف بالفروع على ستة وجه عبده من قبيلة شمر هل جميعها ضياغم ثانيا عبده من قبيلة شمر هل بعضها طائي وبعضها مذحجي ثالثا الضياغم الضياغم مذحجيون من عبيدة من جمب من قحطان الرابع الرابع هل الضياغم من طي الخامس هل الضياغم من نزار بن عنز بن واعل الأمر السادس الضياغم والجربة وبعض من قبيلة شمر هل هم من الأشراف جميع هذه الخلافات وأقوال النسابة سوف نبينها إن شاء الله والذي يتحاشها البعض الخلاف في طي ومذحج طبعا جاء الخلاف في طي ومذحج على ثلاثة أوجه وإذا عرفنا الخلاف بالوصول يسهل علينا الخلاف بالفرور الوجه الأول هل طي من مذحج الثاني هل طي هو نفسه مذحج وهل طي أخ لمذحج طبعا مذحج 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 هو هامة العرب ومذحج هو لسان العرب وطي إحدى جماجم العرب المشهورة طي لقب ومذحج لقب طي لقب لجلهما ومذحج لقب لمالك وقيل هو اسم لأمهما وقيل أنه أكمة أكمة الأرض المرتفعة في اليمن وأن أمهما أم طي ومذحج ولدت ولدت مذحج أو ولدتهما في هذا الأكمة وسمه مذحج وفيها قوال كثيرة يجب أن يراعى اختلاف النسابة في تسلسل وعمدة النساب فالدقة غير مرمونة لإنعدام التدوين واعتمادها على الرواية الشفوية والمتناقل وحيث بدأ التدوين في العصر الأموي كما قلنا فالتركيز على الشهرة وليس التسلسل الرأي الأول هل طي من مذحج قصة ماوية التي نذرت نذرا لا يخطبها كريم لا تزوجت ولا يخطبها لأيم إلا جدعت فتقدم لها من الجبلين جبال أجا وسلم تقدم لها ثلاثة من كبار طي أوس بن حارثة بن لام هذا الأول والثاني حاتم بن عبد الله اللي هو حاتم الطائل المشهور الكريم والثالث زيد الخيل اللي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الخيل قدموا على ماوية يريدون يخطبونها فقالت لهم أسمعوني شعرا فقال أوس بن حارثة أماوية لم يخطبك من حي مذحج كأوس بن لام أو كزيد وحاتم هنا جعل طي جعلها من مذحج أو يقول أنهم لم يخطبك من حي مذحج وهذا دليل على أن طي ترجع لمذحج في كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم المتوفى عام ستمائة وستين هجري يقول وقال وترك عاديم في جماعة مذحج وأبو حاتم يقول وحامت عليه طي ابنة مذحج جعل طي من مذحج هنا وفي كتاب الجاحظ البيان والتبيين والجاحظ متوفع عام ميتين وخمس وخمسين هجري في الجزء الأول ميتين الصفحة ميتين وواحد وثمانين يقول عن عمر بن عمار الطائي وهو أحد ندماء النعمار حينما عدد خطباء العرب فقال كان ابن عمار اللي هو عمر بن عمار الطائي كان ابن عمار الطائي خطي مذحج كلها عمر بن عمار هذا طائي وهنا جعلوه من مذحج فهذا يدل على أن طي من مذحج يقول كان ابن عمار الطائي خطي مذحج كله أيضا يقول الشاعر أبو براء الهوازني يمدح أوس ابن حارثة ابن لام أحد زعماطي عندما أغار على هوازن وأسر بعضهم ثم أطلقهم من عليهم وأطلقهم فأبو براء الهوازني هذا يمدح أوس ابن حارثة ابن لام يقول ألم ترني ألم ترني رحلت العيس يوما إلى أوس ابن حارثة ابن لام إلى ضخم الدسيعة مذحجي نماء من جديلة خير نام وفي أسرى هوازن أدركتهم فوارس طيء بلواب رام تقرب ما استطاع أبو بجير وفك القوم من قبل الكلام هو يقول هنا إلى ضخم الدسيعة مذحجي فنسبه إلى مذحج نسبه أوس إلى مذحج فهنا دليل أيضا على أن طيء من مذحج الدليل الرابع أو خامس يقول الطرماح الشعر الطرماح بن حكيم الطاعي المتوقف عام مية وخمسة وعشرين هجري يقول نحن الرؤوس على منهاج أولنا من مذحج من يساوي الرأس بالذنب أنا الطرماح فاسأل بي بني ثعل قومي إذا اختلط التصدير بالحقبة يقول نحن الرؤوس على منهاج أولنا من مذحج من يساوي الرأس بالذنب أنا الطرماح فاسأل بي بني ثعل قومي إذا اختلط التصدير بالحقبة فهنا يذكر أنه من مذحج أو يفتخر من مذحج فهذا والمعروف أن الطرماح بن حكيم هو طائي فهذا دليل من طائي من مذحج طبعا هذه الأدلة كلها في الجاهلية قبل يقع الخلاف وإذا عرفنا الخلاف وأصل الخلاف انتفى جميع القوان أيضا يقول زيد الخير أو زيد الخير الطائي أنا الفارس الحامي حقيقة مذحج لها المكرمات واللهى والأكابر وقوم رؤوس الناس والرأس قاعد إذا الحرب شبتها الرجال المسائر يقول أنا الفارس الحامي حقيقة مذحج زيد الخير طائي فيقول أنا الفارس الحامي حقيقة مذحج فهنا يذكر أنه من مذحج ويقول أيضا نفسه زيد الخير بعدما ذهب ليأخذ ثائر الزؤاب بن عبد الله وكان ذاهبا إلى أنسابه في هوازن فقتل هناك ويقصد العامر بن الطفيل ذلك أن ألقه أنال به الوتر وقرت به عيون الصحابي أو يفتنى فقد سبقت بوتر مذحجي وجد قومي كآبي هو يقول الآن مذحجي وجد قومي كآبي زيد الخير هذا يقول أنا مذحجي وجد قومي كآبي يعني كآبائي هنا يفتخر أنه مذحجي أيضا يقول أوس بن حارث بن لام الطائي وهو من رؤساء وكبار طي الجاهدية ويمن على خولان بنصره بنصرة مذحج لقضاعه على بني ربيع بن وائل وهنا يتكلم بلسان مذحج يقول ونحن ضربنا الكبشة من فرع وائل بأسيافنا حتى اشتكى علم الحدي غدا تلقيناهم بصفح عنيزة بكل جنيب الرجل الأشعث الوردي فهو يتكلم يقول نحن ضربنا الكبشة من فرع وائل هو يقصد مذحج فهنا يدل أنه مذحجي وفي كتاب نقاض جرير والفرزدق للزهيري يقول الشاعر جرير في رده على الفرزدق حينما تهاجه هو والطرماح الطائي يقول جديلا والغوث الذي لقيتهم كرام وما من عابهم بكريم وقد نسب النساب قبلك طي إلى ذروة من مذحج وصميم يقول وقد نسب النساب قبلك طي إلى ذروة من مذحج وصميم فهنا يذكر أن يذكر جرير أن طي ترجع إلى مذحج أيضا ذكر أبو فرج الأصفهاني في كتاب الأغاني والمتوفع عن 356 للهجرة عن نسب طي فقال جلهمة ابن آدر ابن مذحج ابن زيد وهنا جعل طي حفيد مذحج أيضا ذكر الإمام السهيلي الأندلسي في كتابه الروض الآنف والإمام السهيلي المتوفى عام 581 هجري ذكر الخلاف في طي ومذحج فقال طي ابن أدد أو ابن مالك ابن أدد وسموا مذحج بأكمة نزلوا فيها وقيل أن أم جلهمة ومالك أذحجت على أبنائها ولم تتزوج فسموا مذحج وقيل أن مذحج أكمة ولدت فيها أمهم فسميت بذلك والله أعلم فهنا جعل طي من مذحج في العصر الحديث ذكرت الدكتورة وفاء السندنيوني في كتابها شعر طي وأخبارها في الجزء الأول الصفحة 20 تقول وذكر ابن الكلبي أن طي أحد مذحج أي منهم ويقال ابن مذحج جعل الطي أو تنسب للكلبي أن طي من مذحج أو أحد مذحج ويقال ابن مذحج فطي الآن هنا بالمصادر هذه يرجع إلى مذحج في كتاب المعارف لابن قطيبة المتوفى عام 276 الصفحة 101 ذكر نسب جديلة وجديلة هي معروفة أن فرع من طي فقال جديلة من طي من مذحج قال جديلة من طي من مذحج فهذا يدل أن طي تعود إلى مذحج هذا القول الأول انتهينا من القول الأول أن طي تعود إلى مذحج القول الثاني طبعا أكثر المصادر التي ذكرناها بالقول الأول يعني كلها يعني أكثرها بالعصر الجاهل هنا واضح بالنسب الخلاف وقع بالعصر الإسلام القول الثاني هل طي أخو مذحج ذكر ابن عبد البر القرطبي المتوفى عام 463 للهجرة في كتابه القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم في الصفحة 116 يقول اختلفها في طي هل هي من مذحج أم لا فقال ابن الكلبي طي ابن أدد ابن زيد أخوه مالك ابن أدد ابن زيد أمهما هنا جعلهم أخوان أمهما مذحج وإليها جماع مذحج هنا جعلهم أخوان أيضا في كتاب السيرة النبوية لابن هشام الحميري المتوفى عام 218 للهجرة الجزء الأول الصفحة 52 يقول وطي ابن أدد ابن مالك ومالك مذحج ابن أدد هنا جعلهم أخوان يقول طي ابن أدد ومذحج ابن أدد أيضا ذكر هشام ابن الكلبي المتوفى عام 240 للهجرة في كتابه نسب نسب معد واليمن الكبير في الصفحة 133 و134 حول نسب طي فقال هو يسلسل الآن النسب فقال فولد زيد بن يشجب أدد ومرة أدد ومرة ونبت وهو الأشعر هنا ذكر ثلاثة أدد ومرة ونبت وهو الأشعر يعني نبت وهم الأشعريين الأشعريون يعني الثلاثة لقبوا بالأشعريون علشان نبت هو أشعر لأنه ولد فيه شعر بوجهه جسمه شعر يقول ولدته أمه والشعر على كل منه أمه دل بنته ميسحان ابن كلدة ابن ردمان من حمير وجلهما هو الآن ما خلص من كلامه هو يتكلم عن أولاد زيد بن يشجب قال أدد ومرة ونبت وذكر وهم الأشعر هم الأشعريون ولدته أمه والشعر على كل شيء منه وأمه دل بنته ميسحان ويكمل هنا يقول وجلهما هو طي ومالك وهو مذحج أمها أمهما أمهما يعني أم طي ومذحج يقول أمهما مدلة بنته ميسحان الثلاثة اللي ذكرناها أولاد زيد أدد ومر ونبت أمهما منه أمهما دلة بنت ميسحان وجلهما اللي هو طي ومالك اللي هو مذحج أمهما مدلة بنت ميسحان أخته يعني خوات هن وش يقول هنا يقول يقول وكان قد تزوجها يقصد زيد بن يشتب وكان قد تزوجها قبل دلة يعني مدلة اللي هي أم طي ومذحج يقول وكان يعني زيد وكان زيد قد تزوجها قبل دلة ومدلة هي ومدلة مدلة هي مذحج ويقال بل ولدته على أكمة يقال لها مذحج فغلب عليه طبعا هنا يفهم من كلامه أن أبناء زيد بن يشتب خمسة أدد ومرة ونبت ومالك وجلهما أم الثلاثة أم أدد ومرة ونبت هي دلة توفيت ثم منه تزوجها تزوج زيد تزوج أخته مدلة وجاب منه مالك وجلهما جاب منه عفوا مالك مالك وجلهما طي ومذحج وأدد يفهم من كلامه أن أدد أخوهم وليس أب لهم لأن بعض المصادر ذكرت أن أن طي أو مالك أبوهم أدد هنا ابن كلبي يذكر أن أخوهم طيب الرأي اللي بعده يقول ذكر أبن حزب في كتابه جمهرة الأنساب والمتوفي عام 456 هجري يقول ابن حزم أبناء أدد وابن زيد وابن يشجب وهم أربعة مرة ونبت اللي هو الأشعر يقول مرة ونبت وجلهما ومالك طبعا جلهما هو طي ومالك هو مذحج يقول أبناء أدد أربعة مرة ونبت وجلهما ومالك هنا جعلهم جعل أبناء أدد أربعة وابن الكلبي جعل أخوان أدد أربعة يعني صاروا أبناء زيد خمسة عند ابن الكلبي أدد ونبت ومرة ومالك ومالك وجلهما وابن حزم اللي جاء بعده ابن حزم ابن حزم توفى عام أربعمائية ستة وخمسين يقول أبناء أدد ابن زيد ابن يشجب أربعة مرة ونبت وجلهما ومالك فهنا خلاف كبير بهذا الإنسان انتهى الرأي الثاني اللي هو هل طي أخو مذحج الرأي الثالث والأخير في الأصول هل طي هو نفسه مذحج طبعا أكثر الأقوال أنه مذحج يعني أقوال حديثة ولا يعني ما هي نسبيا حديثة وبعضها حديث فعلا وهي أضعف الأقوال على الرأي يعني ذكر الشعيبي في كتابه القشعة من كبريات القبال العربية المؤلف عام 1406 هجري 1986 والصفحة 139 يقول أن الرواوة والنسابون ذهبوا إلى أن مذحج هو طي أيضا في كتاب أنساب العرب السمير عبد الرزاق قط في الصفحة 149 يقول ويقال أن مذحج هو طي في كتاب شعر طي وأخبارها للدكتور وفاء السندنيوني المؤلف عام 1403 هجري 1983 في الصفحة 20 تقول وبعض وبعض بطون طي دخلت في مذحج فغلبت على طي صفة مذحج يعني ادخلوا بالحلف على تفسير كلامه إن بعض بطون طي ادخلوا مع مذحج وغلبت على طي صفة مذحج يعني مذحج غطوا على طي هذا على كلام الدكتورة الصفحة 20 في كلام المقتضب لياقوت الحموي المتوف عام 626 في الصفحة 291 ذكر نسب طي فقال نسب طي ابن ادد ابن زيد ابن يشجب ابن عريبة ابن زيد ابن كلان ابن سب ابن يعرب ابن قحطان وهم مذحج ذكر نسب هم بدين قال وهم مذحج هو يتكلم عن طي او شي بعد ما سلسل عمود النسب قال وهم مذحج بالاخير وايضا يقول نفسه يا قتل حموي في الكتاب المقتضب في الصفحة 275 عن نسب مذحج يقول وهم بنوا مالك ابن ادد وبنوا جلهما ابن ادد وجلهما هو طي هنا ذكرنا الخلاف بالاصول اللي هو هل طي حفيد لمذحج او طي من مذحج او طي هو اخ لمذحج او طي هو نفسه مذحج